موسيقى أهلا بكم تشييع الشهيد محسن فخري زادة والمغردون يجزمون قائلين انقلبت الصفحة منذ ليل بغداد المظلم ووثائقي قلب الأمين يشتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعة من الشعور بالفخر لنهج المقاومة الإنسانية أسمى المقاومات وأرقاها والمغردون يؤكدون نحن في قلب الأمين جميعا وفي أنتم أونلاين مادورو يكشف رقم هاتفه على تيليجرام وواتس أب ليتواصل الشعب معه هذه العنوين وغيرها نناقشها في حلقة اليوم من أنتم أونلاين مع زميل نظر فارس مرحبا نظر البداية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم شيعت الشهيد محسن فخريزادة كيف جاءت الطالقات؟ نعم بيسان اليوم صباحا من الصباح الباكر كان هناك تشييع للشهيد محسن فخريزادة العالمي الإيراني الذي اغتيله قبل أيام وكان هناك الإجراءات اقتصرت على عدد من كبار المسؤولين في وزارة دفاع الإيرانية بسبب إجراءات كورونا كان هناك تنقل الجثمان لأكثر من مكان ولاحقا تم دفنه في مقام الإمام صالح بن الإمام الكاظم في طهران طبعا وسائل الإعلام الإيرانية بيسان اهتمت كثيرا بالحدث وكان هناك نقل فوري لكل الحداث هنا مثلا صورة لمكان القبر وهنا الضباط يرقون تحيط الوداء على الجثمان وهنا أيضا فيديو من التشييع كان هناك تناقل الفيديوهات والصور بشكل كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية وتفاعل كبير من الإيرانيين مثلا هذا الحساب نشر هذه الصورة للحظة القراءة الفاتحة على جثمان الطاهر وكان هناك نقل لعدد من الكلمات المنع الشهيد الحجم هدي رسولي في جنازة الشهيد فخريزادة كما يكتب هذا المدون يقول اليوم غضب أكبر من ذي قابل انقلبت الصفحة منذ ليل بغداد المظلم يتحدث عن شريمة اغتيال حج قاسم سليماني أيضا هنا هذا الحساب نشر هذه الصورة للورود على القبر وقال أرسل تحياتنا إلى الحج قاسم سليماني أيضا هذا الحساب نشر هذه الصورة المميزة هي مرسومة رسما للشهيد فخريزادة والشهيد الحج قاسم سليماني أيضا مينا كتبت الانتقام يعني إحراق تال أبيب وأمير موسوي تحدث عن آخر المعلومات حول التقيق والتي تشير إلى أن عملية الانفجار وصليات الرصاص تمت بصورة إلكترونية وعن بعض والمخطط والمشرف هو الكيان الصهيوني والداعم أطراف خليجية والمنفذ جماعة خلق الإرهابية منتظار بيان وزارة الاستخبارات ومجلس الأمن القومي المحلل السياسي اللبناني حسام مطر كتب لقد كان عمرا صاخبا في درب شاق لكن لعوي جاج فيه وكان موتا جميلا وبهيا كوجه حين الوصول تسقط الأجساد وتبقى القضية عالم لا يستريح فيه الطغاة الظالمونة طرفة عين واحدة أما كرار بن يحيا فقد غرد على صورة الشهيد محسن فخرزادة لن تذهب دماء العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخرزادة دون أي حساب أو عقاب فلينتظر من تورطت أيديهم بدمائه الزكية الطاهرة فالموت آت 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 لمحالة أيضا بيسان كان هناك مزموعة من المظاهرات في قلب العاصمة طهران ربما برغم الإجراءات المتمدة بما يخص ويروس كورونا ولكن هناك عدد من المظاهرات للإيرانيين طلبوا فيها بالثأر طلبوا الحكومة الإيرانية بالثأر مشاهدة هذا الفيديو الذي أعده الزمولاء في الميدينجو ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الذي تم عرضه ليلة أمس على قناة الميدين بالتزامن مع تحديد موعد إعلان الوثائق ومنذ الصباح الباكر منذ يوم أمس وأطلق الناشطون حملة واسعة وكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والدعوات لتغريد تحت هاشتاج قلب الأمين وروح الأمين بالفعل بعد عرض الوثائق احتل هاشتاج قلب الأمين وأيضا هاشتاج الميدين ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وترافقت التغريدات مع مقتطفات من الوثائق وسور للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بداية نشاهد هذا الفيديو اليوم مثلا أنا لما جيني خبر أي شهيد أنا بقدر استوعب مسبقا شو هي مشاعر أبوه مشاعر والدته مشاعر عائلته يعني هذا الفيديو الذي تناول الحياة الشخصية والخاصة وأيضا العائلية للسيد حسن نصر الله وصفه الناشطون أو وصف شعورهم بعد عرض الوثائق بالفخر لهذا الانتماء الأممي كتب شهدنا الليلة قلب الأمين بثته قناة الميادين عبر شاشتها المقاومة لتنقل لنا كيف أن رجلا واحدا استطاع أن تجتمع فيه ثورة كبرى وخلق الأنبياء وحكمتهم كيف لرجل واحد أن ينقلنا من الجمود إلى الحركة والفعل وأن ينقلنا من المادة إلى عالم الروح ينقلنا إلى النصر دائما أيضا قاسم ساحي لكتب يكبر حسن يكبر ويظل مسكونا بروائح الكرة يوزع على الناس دكانة الحب مرة أخرى يفتح رمشيه بضاعة مزجاك ويوفي الكيل لكل من أتاه يحن إلى عطر قميصه القديم حسن الحارس الآن يوزع الأدوار من جديد وعندما يحين دوره لا يرضى إلا بأطول نوبة حراسة من الحدود إلى الحدود صحيح أيضا بيسان كان هناك أيضا بعض التعليقات من حسين خازم خازم كتب قلب الأمين صلب المراس يقتحم الموت فيصنع الحياة منذ طلقة الأولى إلى يوم التحرير ونشر هذه الصورة لسيد حسن نصر الله أيضا لورا كتبت باختصار هو رمز يهتد به وعمامة يحتمى بها وهو قبل كل ذلك ليس حكرا لقوم ولا لطائفة ولا لشعب بل هو ذخيرة الأمة أيضا من التعليقات هذه هو بيهيب البن كتبت نشرت هذه الصورة للأمين العام وقالت نحن في قلب الأمين جميعا أيضا من العبارات التي وردت في الفيلم في الوثائق وتم تناقلها يعني هي ما كان السيد محمد حسين فضل الله قاله لوالد السيد حسن نصر الله أنه هو يتحمل مسؤولية وطن فهنا كتب عباس مسؤولية أوطان وليس بس مسؤولية أوطان نعم يعني الكثير أيضا من التغريدات نشرت مقتبسات من كلام أبناء الأمين العام السيد حسن نصر الله دعاء كتبت اكترنا اسمه بالصدق والحكمة فكان ظاهره كما باطنه الرجل الذي فرض المعادلات وحقق الانتصارات الذي قل مثيره بين الرجال فكان نعم القائد هو المؤمن الصابر الحكيم وجوده نعمة من الله علينا وولاؤنا له فخرنا بين الأمم هو الحاضر في قلوبنا وصلواتنا وطبعا الدعاء له بأن ترعاه عين الله أيضا عواد كتب تبقى المقاومة الإنسانية أسمى المقاومات وأرقاها وهي الجملة التي ختمت فيها الزميلة هالبو الصعب مخرجة ومعدة الوثائقي هذا الفيلم قلب الأمين أيضا وجه الناشطون رسالة شكر لقناة الميادين لعرضها هذا الوثائق سهير فعور كتبت شكرا الميادين شكرا غسام بن جدو شكرا لأجمل يساعد حب وعاشق مع روح وقلب الأمين تحت هاشتاغ قلب الأمين أيضا حسين عبد العزيز من كندا كتب للميادين من أراضي كندا تابعتوا قلب الأمين أستطيع القول لقد فطرتم قلبي وأدمعتم عيني على هذه الروح الطاهرة والجسد الشريف مثال الأولياء في زمننا أبدعتم أيضا بيساني نزلنا في إطار الاحتفالات وربما استذكار في اليوم الدولي للتضم مع الشعب الفلسطيني لذلك هناك الكثير من الحملات والكثير من التغريد عبر وصال التواصل الاجتماعي حول الموضوع بالأمس كان هناك حملة لم تكن ربما عربية أو إقليمية كان هناك تغريد عالمي حولها من عديد من الدول وبمختلف اللغات أطلقتها الحملة العالمية العودة إلى فلسطين تحت هاشتاج كلنا فلسطين وقالت الحملة بإعلانها عن موضوع انطلاقا من أن الإمام بفلسطين هو حق جامع لكل أحرار العالم وأن العمل من أجل نيلها حريتها واستقلالها من الاحتلال الإسرائيلي هدف إنساني وأن التضامن معها وسام شرف وواجب يمليه الضمير الحي كانت هذه التعليقات الكثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي روان مثلا كتبت لا أحد يستطيع أن يحذف خريطة فلسطين من الذاكرة الجغرافية والتاريخية للعالم ونشرت صورة لخارطة فلسطين وهي متجذرة في الأرض أيضا داليا نشرت هذه الصورة لفلسطين وقالت فلسطين هي طريق العدالة وإنهاء الاستبداد والقمع أيضا من الهند بسان كان هذه الصورة التي نشرها محمد وقال أنا هندي وأنا أقف مع فلسطين ونشر هذه الصورة في اليوم العالمي اليوم الدولي لاتضامن مع الشعب الفلسطيني أيضا أخيرا هذه الصورة من تولوز الفرنسية نشرها حساب الحسني وتحت هاشتاج كلنا فلسطين بالفعل نحن اليوم في زمن الهرولة نحو التطبيع وهذا ما ميز الاحتفاء بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أيضا حساب رامالله نشر هذه الصور لناشطين متضامنين مع فلسطين في شوارع العاصمة الإيطالية لندن أيضا انتشر تضامن كبير من إماراتيون من إماراتيين ضد التطبيع وأيضا سعوديون ضد التطبيع وبحرنيون ضد التطبيع كما طبعا غطت صور الشهداء الفلسطينيين والأسرة والأسيرات في سجون الاحتلال والأطفال الذين واجهون الجنود الإسرائيليين كل يوم وأمهات الشهداء الصابرات وكلمات التضامن طبعا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي نور نشرت هذه الصورة للأسير أحمد ناصر وكتبت في النهاية سيكتشف الجميع أن إسرائيل احتلت الوطن العربي كله ولكنها لا تزال تحاول احتلال فلسطينيين هذه هي الخلاصة بالفعل نعم أيضا طالما نتحدث عن فلسطين كان هناك ربما تصريح مثلي النائب استقيل من البرلمان اللبناني اسمه نعمة فام كان هناك تصريح لأحد القنوات اللبنانية واستفز يعني الناشطين سواء في لبنان أو في فلسطين هو شاب يعني تحدث بشكل اعتبره الناشطون المسيق يعني عن غزة نبدأ بعرض جزء من الفيديو الذي تحدث في هذا النائب المستقيل عن غزة لا أنا أنا شخصيا مش قبلان وأنا أكيد أنت مش قبلاني وأنا أكيد كل واحد عم يسمعني مش قبلان لا لا خي لا هذا مش لبنان لبنان مش غزة هل هالشي مفهوم لبنان مش غزة أوكي لبنان ولا أي بلد تاني بس شو قصدك لبنان مش غزة غزة هي قبلة تخرج من مستوى حياة معين وتعيش بمحل جردون أكبر من لبسان تسمعي مظبوط هل قد الجردون نحن نحن بلبنان ما منقبل بهال مستوى الحياة نحن بلبنان عنا مستوى حياة معين نعم لبنان بلد متطور نعم لبنان في علم في ثقافة في تاريخ لبنان بلد تكنولوجي حولتون ليه لبلد أضرب أضرب بنا تحتية بشارة أستاذ نعم غزة أكثر مننا اليوم صارت نعم بسان اللافت بالموضوع أن الفيديو يستفز الكثير من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم نشره كثيرا غالبية الأشخاص الذين استفزهم فيديوهم لبنانيون ردوا على السيد فرام ويأوضحوا له أن هذا الكلام عنصري اتجاه غزة ولا يليق طبعا استذكروا الكثير من المشاكل التي يعاني منها لبنان والبعض حمل النواب والطبقة السياسية مسؤولية هذا الأمر نأخذ بعض التعليقات سريعا بسان ندى نشرت رد حركة حماس على الموضوع قالت حماس ترد على نعمة أفرام ندين العبارات مستفزة التي أطلقها نائب لبناني بحق غزة هذا الخطاب يخلق أجواء الكراهية ويناقض ضرورات العلاقات السوية بين شعبين شقيقين وقالت الشعب الفلسطيني في غزة من الأقل أمية في المنطقة كلها حوالي 2.2% ونسبة حمل شهادة البكالوريوس مما فوق تقارب العشرين بالمئة أيضا مصطفى البن كتب فليذكر أحد سيد نعمة أفرام أن غزة تعيش في ظل احتلال وحصار وتتعرض بين الآوينة والأخرى للقصف والدمار والخوف الذي يهدد صغيرها وكبيرها فهي أرض مروية بدم شهدائها وجراحها وعذابات أهلها الذين مع هذا كله ينظرون للحياة بأمل ويتمنون لكل العالم الخير ولا ينظرون بعين العنصرية لأحد نعم أيضا محمد عطوي كتب أنا كمواطن لبناني لا يمثلني كلام نعمة أفرام إنما يمثلني الشباب الغزاوي الذين يشكلون اليوم نقطة الصراع المركزية مع طغاة هذا العالم وأيضا أمير قانسو قدم اعتذاره من غزة عفوا غزة نعمة أفرام لا يمثل لبنان المقاومة عذرا من ترابك وبحرك ودمك وحبرك سنتابع ما تبقى من عنوين في حلقتنا اليوم ولكن نبقى بعفاصل إعلان ومبعدها نعود أهلا بكم من جديد ننتقل الآن إلى فنزويلا مع خبر أن الرئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو وضع رقم هاتفه أمام الشعب صحيح بسأل هذه خطة ربما غريبة على الرؤساء والمسؤولين السياسيين أن يفتحوا التواصل مع الشعب لأنه ربما يحاولون قدر المستطاع أن يخف هذه الأمور للأمور الشخصية مادورو أعلن هذا الموضوع خلال كلمة أو ربما مؤتمر صحفي كان يلقيه وقال الرقم الهاتف الكامل قال أنه اعتبارا من اليوم أنضم الكفاح من أجل الحق حول فنزويلا وشعبنا عبر الواتس أب وتليجرام وقال مادورو ينضم للواتس أب وينضم للتليجرام ووضع رقم هاتفه أمام الجميع طبعا كان هناك دفع الكبير من قبل الفنزويليين على الخطوة وكان البعض ربما قام بإرسال بعض الرسائل وصور هذا الموضوع ونشره على السوشال ميديا هذا الحساب مثلا نشر هذه الصورة لمادورو على الواتس أب وقال رئيسنا الحالم نشط بالفعل نحن نحبك نيكولاس مادورا وليعتني بك الرب دائما ولقد كتبت له بالفعل أيضا هذا الحساب قال أنت وحدك الرئيس نشعر بمزيد من القوة والنشاط بشكل مستمر باركك الله طبعا هذا الأمر ربما ردا على جوايدو الذي بعض الدول تعترف به نعم أيضا هذه الناشطة كتبت عزيزي مادورو أنت جهة الاتصال المفضلة لدي وفي تغريدة أخرى لناشطة فينزويلية كتبت على اتصال وثيق بالناس كما ينبغي فكرة جيدة سيدي الرئيس أنتوني أيضا جارسيا كتب طورة فينزويل لتدابير الحماية والوقاية من وباء كوفيد 19 بفضل هذا تمكننا من الجمع بين التباعد الصحي والحياة الانتاجية للبلد نحن قدوة للعالم يعني ننتقل من فينزويل إلى اليمن اليوم طبعا يحتفل اليمن في الذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال اليمن عن الاحتلال لبريطاني والذي استمر تقريبا 129 عاما المغردون اليمنيون تفاعلوا مع هذا اليوم الذي وصفوه بالمجيد ولسيما أنه طبعا أكد من خلال تغريدات مع المواصلة المقاومة والدفاع عن كل الشبر من أرض اليمن في ظل عدوان التحالف السعودي المتواصل لأكثر من ست سنوات بداية قبل أن نغوص في التغريدات نشاهد هذا الفيديو معنا نعم بسان هذا الفيديو تم تناقله بشكل كبير على سوشال ميديا في اليمن كان هناك احتفاء بالمناسبة من بعض المؤسسات الرسمية كما هنا مثلا هذه المؤسسة العامة التأمينة الاجتماعية في صناعة أيضا من بعض التغريدات أحمد حامد كتب نقل ما قاله الرئيس المشاط بالأمس إن هذا اليوم الخالد يذكرنا أيضا برحيل آخر جندي بريطاني بعد أن تحولت بريطانيا من الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس إلى جزيرة صغيرة لا تساوي مساحتها سدس مساحة اليمن ولذلك يكتسب هذا اليوم بالفعل خاصية العبرة والدرس وخاصة تذكير بحتمية الرحيل لأي غاز أو محتل أيضا مريم بنفس الإطار غردت لأن التاريخ يعيد نفسه فكما نحتفي اليوم بـ 30 نوفمبر ذكر عيد استقلال 53 لطرد وجلاء آخر جندي لمستعمل بريطاني من أرض عدن لألؤة اليمن وجنوبنا الأبي سنحتفي قريبا بدحر وجلاء آخر محتل عميل وصهيوني عدو لله واليمن بنضال وبسالة شرفاء وفي يمننا المنتصرة بقوة الله أيضا الإعلامي اليمني عبد الباصد الشرفي اتبسى ما صرح به يوم أمس الرئيس مهدي المشاط حين قال عيد الاستقلال يقدم الدرس والعبرة للمعتد على بلدنا ويضعه أمام مآلات هذه الحرب كما ترسم المشهد الأخير والنهائي لكل مرتزق وعميل هنا نشير أن كل التغريدات جاءت تحتها قاعد الاستقلال المحتل إلى زوال وأيضا للميس بديل كتبت شعب اليمن ليس تنظيم ليتم تصفيته بل هو حضارة ممتدة عبق التاريخ وشعب عريق له بصماته منذ القدم وأرض تلقب باليمن مقبرة الغزاة من سابق الزمان نعم بسان إلى الولايات المتحدة الأمريكية أصبح لدينا شخصيتين ترامب وبايدن اليوم الإعلام الأمريكي والسوشال ميديا في الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بأخبار بايدن وخصصا أنه كان هناك زلق على كان يلعب مع كلبه وانزلق فتعرض لإصابة في قدمه بالبداية قالوا أنه كحله تعرض للتواء ولحقا تخص الأطباء أنه لديه كسور في قدمه وقالوا أنه سيكون لديه سيضطر للبس حذاء مخصص لعدة أسابيع هذا الفيديو لأثناء دخوله لمركز تقويم العظام في ديلاور طبعا كان هناك الكثير من التعليقات بسان بعضها مدافع ومتمني السلامة لبايدن هذا الحساب قال أنه طبيعي طالما أنك تملك هذا النوع من الكلاب الذي يلعب مع كلبي لقد مزقته رباطا أو وترا في قدمي ولويت كاحلي بشدة بعد أن رأى كلبي سنجابا وقرر الاندفاع وراءه وقال أنه تعرض لكثير من الخدوش والكسور من جراء اللعب مع كلبه واعتبر أن هذا الأمر طبيعي طبعا ردا على من يقول أنه صحة بايدن هي التي سببت سقوطه يعني هذا الحساب أيضا قال أنا قلق للغاية بشأن صحة بايدن على أمل أن يكون بصحة جيدة بما يكفي لأداء وظيفته كرئيس وإلا فإننا عالقوم مع كامالة هاريس نائبة رئيس هذا يجعلني أشعر بالتوتر أيضا ستيف أخيرا قال كانت مشيت بايدن غير مستقرة قبل السقوط والسقوط عندما يكون شخص كبيرا ليس علامة على صحة بدنية جيدة نعم هذا المغرد رد على كلام دونالد ترامب بالقول سيكون جوء بخير ولن يمنعه شيء من توليه منصب رئيس الولايات المتحدة في العشرين من يناير من عام 2021 وأيضا حساب آخر رد أيضا على كلام ترامب هذا الحساب أيضا نشر له هذه المقارنة كيف يشرب ترامب وكيف يشرب بايدن والظاهر أنهم فهموا أن تمني ترامب ليس صادقا طبعا فاتنا أن نذكر أن ترامب أعاد تغريد الفيديو وقال أنه تمني السلامة لجو بايدن في ربما أمر مستغرب على كل التصريحات القديمة ننتقل إلى البحرين بيسان كان هناك حادث مؤسف بالأمس لتعرض له أحد السائقين وهو السائق الفرنسي رومان جروغان في إثناء تحطم سيارته عند انطلاق السباق في البحرين تحطمت سيارته وانقسمت إلى أنشطرت إلى نصفين واشتعل نصفه الذي كان موجود فيه يعني وتعرض لعدد من الحروق اللافت أن الاتحاد الدولي لسيارات بيسان قال أن الحادث عاد الضغط الجاذبية الأرضية بأكثر من خمسين مرة وكان هناك كثير من التعليقات لمحبي الفورميلوان على سوشال ميديا هذا الحساب قال كيف ابتعد رومان عن ذلك مرحل جميع الاستجابة السريعة أيضا هذا الحساب نشر هذه الصورة للشخص الذي أنقذ رومان وقال أحسنت صنيعا وأنا كوصلت في اللحظة المناسبة نعم نادر والآن وصلنا أيضا إلى اللحظة الختم الحلقة يبقى أن نذكر بالمواقع نعم نذكر بموقعنا باللغة العربية وأيضا بالإسبانية وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تويتر انستجرام وأيضا تليجرام شكرا نادر وشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة كروا دائما بخير ودائما بأمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة